تمكنت عناصر أمدائرة عين الأربعاء بعينتي موشونت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ومجهزة بأعتاد ووسائل متطورة استعملت في استنساخ وثائق تصدرها إدارات عمومية متمثلة في بطاقات رمدية وبطاقات مراقبة مزورة وكذا قرصنت الأقام السرية لأعوان الدولة العملية مكنت من حط زياد من 35 سيارة عبر مختلف ولاية الوطن بقيمة عائدات زياد من 140 مليار سنتيم وتم توقيف سبعة أفراض تفاصيل هذه العملية النوعية في ميكروفون كمال بوعز عبيدة أفضت النتائج الأولية إلى أننا كنا مقابلين لشبكة إجرامية وطنية منظمة ومجهزة بأعتاد الوسائل التقنية الحديثة الطريقة الإجرامية التي استعملتها الشبكة هذه قد قسمت الأفعال الإجرامية على العناصر تاحها حيث أن هناك مجموعة تقوم بشراء السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي تخذع لنظام العبور وما يعرف بالتي بيدي ترجمة نانسي قنقر